اشتركوا في القناة افضل الصلاة واسكى التسليم نقول جميعا كما تعودنا في بداية كل لقاء الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الامين اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد صلاة تفرج بها قربنا وتقضي بها حوائجنا وتشد بها من أزرنا وتكون لنا يوم القيامة نورا يا رب العالمين اللهم أمين اللهم أمين اللهم أمين اللهم أمين اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد النوري وأهله مولانا عايزة حضرتك تشرح لنا معنى أمانة الدين نعم ومعنى أمانة الدين نعم يعني حتى لو يعني نعم نعم نحن كلنا الدين ده بالنسبة لنا اللي هو لو حد داني فلوس أشلهاله نعم أشلهاله نعم فرجع هاله نعم ده بس نعم 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 فكلمنا عن يعني ايه أمانة الدين نعم يعني ايه أمانة الدين نعم فربنا سبحانه وتعالى استخدم لفظ الأمانة وكان والمراض منها حمل الدين وتوصيل الدين للناس فعلا المراض به كده هل مطالب من كل البشر أنه هم يوصّلوا الدين للناس أنه هم يكونوا أئمة في الأوآف أو علماء وعاصف الأضهر لا أبدا ليس المراض وذلك كل واحد مكتوب في البطاقة بتاعته الديانة مسلم إذن يجب عليك أن تبلغ دين الله إذن أنت داعية إلى الله سبحانه وتعالى والدليل على ذلك سيدنا النبي كان قاعد مع الصحابة وقال لهم بلغوا عني ولو آية فبلغوا ده أمر والأمر يقتضي سبيل الوجوب ومن اللي كان قاعد قدام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هل اللي كان قاعد قدام سيدنا النبي علماء الأوقاف وعلماء الأزهر أبدا كان قاعد اللي قاعدين قدام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رجال الأعمال وكان قاعد قدامه المعلم وكان قاعد قدامه جميع فئات المجتمع قاعدين قدام سيدنا النبي والنبي قال لهم أنتوا لازم تبلغوا دين ربنا سبحانه وتعالى بلغوا أمر من سيدنا النبي والأمر يقتضي الوجوب بلغوا عن سيدنا النبي النبي بيقول لهم أنا مش هتحمل مسئولية بمفردي لازم كلنا نتحمل مسئولية تبليغ دين ربنا سبحانه وتعالى ولو آية تخفيف تبنى رجل ميكانيكي أنا رجل طبيب أنا رجل قاضي أنا رجل معلم أنا رجل فلاح أنا رجل عامل في مصنع أبلغ دين ربنا إزاي بأخلاقك بمعاملاتك بكل شيء يظهر الدين على جوارحك في تعاملاتك مع الناس هو ده بلغه عني ولو آية هل تتخيل يا أستاذة نشوة أن أكتر من 800 مليون مسلم أسلموا في شرق أسيا بسبب التجار مش بسبب وعاض ولا أئمة الأوقاف أبدا بسبب التجار أخلاق التجار الصدق والأمانة بتاعت التجار هي اللي خلت أكتر من 800 مليون مسلم أسلموا أكتر من 800 مليون واحد أسلموا في شرق أسيا فعلا وبالمناسبة حضرتك قلت لي أمانة الدين الدين أمانة الدين هي دي أصلا من صميم الدين أمانة الدين تخيلي أنك تعطيني فلوس أمانة المفترض أرضها لك في الوقت المحدد لها هو ده الدين هو ده أمانة الدين لكن إن أنا أعطي لك فلوس أمانة وتجي أنت تمطلي فيها وما تسدداش ليه فديبقى الإنسان ده عنده دين لذلك سيدنا النبي قال لنا كده مطلو الغني ظلم مطلو الغني ظلم يعني إيه الحديث ده الحديث ده ليه معنين المعنى الأول مطل من المماطلة الغني الإنسان اللي عنده القدرة على سداد الدين ربنا ميسر للأمور في سداد الدين فغني فإنك ربنا يسر لك الأمور وإنك يكون معاك القدرة على تسدد الدين وما تسددش الدين أنت أصبحت إنسان ظالم لنفسك وأصبحت إنسان ظالم لغيرك ومرتكب كبيرة من الكبائر لأنك بتماطل في سداد الدين المعنى التاني للحديث كذلك وهو صحيح مطل من المماطلة الغني الإنسان اللي هو صاحب الدين بقى أنت لما تجي تسدد الدين فتقول إيه يا عم الحج هو مش محتاج الدين أصلا تراجل مليار دير مش محتاجه أصلا هيبص الألف جنيه اللي كان عطاه لي فتعد تماطل في سداد الدين لهذا الرجل إنه هو مش محتاجه أصلا وبتحصل كتير فهنا قال رسول الله مطلو الغني ظلم فأصبح إنسان ظالم اللي هو ما بيسددش الدين هذا الإنسان لم يحمل حمل لم يوصل هقول لي حريك حاجة أنت تقول إيه على الإنسان اللي ما بيسددش الدين ده ده نصاب نصاب يبقى الرجل ده أسائل الدين فهنا خطي أمانة الدين وأمانة الدين يبقى صفته إنه بينصب على الناس أو حتى بيجذب أو بيماطل وده عكس الصفات اللي سن النبي أمرنا بيه فموضوع الدين وقضاء الديون وحقوق العباد مهم جدا 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 ومن الأمور الخفية على بعض الناس والسؤال ده سؤلته اليوم هل يحق للمرأة المتوفى عنها زوجها أو المتوفى عنها زوجها أن تطالب أهل زوجها أن تطالب أهل زوجها بالمؤخر المؤخر اللي هو إيه المؤخر عندنا إحنا عندنا معروف في مصر بعد ما يتوفى يعني آيوان بعد ما يتوفى أنها تاخد المؤخر بتاعها تعالي الأول يعني إذا الزوج توفى هل الزوجة الحق أنها تاخد المؤخر بتاعها طبعا دين دين على الزوج دين على الزوج يعني لازم الأهل يسدوا دين الزوج قبل ما يقسموا التركة طبعا طبعا إحنا عندنا في مصر تعالي الأول نقول إن المؤخر اللي هو إيه مهر المهر عندنا في مصر العرف أن أنا بدفع جزء في البداية في بداية العقد بتدفع جزء اللي هو المهر اللي هو المهر عندنا جزءين بتدفع جزء في الأول وتبقى جزء فين في الآخر المؤخر اللي هو إحنا بنسميه المؤخر أو أحياناً بيتدفع كله مرة واحدة وتقال يسمه المؤخر فيه ناس بتكتبه 50 ألف وناس بتكتبه 5000 وناس بتكتبه دهب إحنا عندنا في العرف يقولك لما المرأة تطلق لقدر الله تاخد المؤخر بتاعها تاخد إيه؟ المؤخر بتاعها لكن لما يتوفى الزوج دي إحنا مجدداً ولما يتوفى الزوج كمان تاخد المؤخر بتاعها ليه؟ لأن المؤخر ده اسمه دين أيوة ركز صحي ده عايز ثانية واحدة لا ده عايز حلقات الحقيقة لأن إفرد المتوفى ده كتب على نفسه مؤخر مثلاً 100 ألف 200 ألف دهب 100 جرام دهب بأي حاجة وهو راجل فقير نعم ما كانش في نيته إنه يطلق مراته فمثلاً أهلها عايزين يأمنوها لأ اكتب مؤخر رقم حكت طيب سؤال فالمشكلة بقى أنه لازم يبقى الزوج عارف إمكانياته بعد الشر لو توفى لأنه دين عليهم القيامة هو المفترض إنه هو يسدد الدين ده في حال حياته وإن لم يسدده في حال حياته يجب أن يخرج هذا الدين قبل أن توزع التاركة أيها لو فيه تاركة لكن لو ما فيه تاركة بقى خلاص هي تسامحوا تسامحوا هي تسامحوا الزوجة بقى تسامحوا هو بقى نعمل بقى معها إيه طول حياته أوه لا خلوا لكم بقى يبقى لازم تحسنوا إلى زوجاتكم عشان تسامحكم في المؤخر نعرق إن المؤخر ده أصلا دين دين وديون وحقوق العبادة لابد أن تؤدى فالمؤخر دين دي من دون الأمور المهمة في حياة الناس طيب إحنا هنشوف تقرير دلوقتي والحياة في ناس عارفة إن ما تملك من أموال دي لله سبحانه وتعالى وهي بمثابة الأمانة عندها وربنا أمرهم أن يؤدوا هذه الأمانة إلى أهليها اللي هم السادة المحتاجين فبعد إذنك تشوف تقرير ونرجع نكمل كلامنا مع مولانا مبادرة أعمار المساجد بمؤسسة نبض الحياة بتواصل جهدها في بناء بيت من بيوت الله من المحرام ننطلق وإلى الخيراتنا السبب والنهاردة في عزبة عبد الكريم التابعة لقرية الحجيرات مركز إينا محافظة إينا الفرحة غير عادية فرحة إخواتنا وأهلنا إينا احتفال واحتفال بافتتاح المسجد مسجد الرحمن المسجد اللي كان ليه قصة طويلة جدا مع أهل قرية الحجيرات في عزبة عبد الكريم تحديدا لما كانت توفرت ليهم الأرض لبناء المسجد ولكن الأهالي وقف جهدهم لحد لما وقفوا الأعمدة ووقفوا الحطام والأساسات وبعد كده صدوا وقفين فترة طويلة جدا أكتر من خمس أو ست سنوات إحنا قمنا ببناء تصاب القواعد والعمدان وبعد كده وقفنا عند الصبة لفترة طويلة إلى أن أتت إلينا مؤسسة نفض الحياة حاسب كل الشعور والمحبة والإخلاص بافتتاحكم موجود كان معنا وبوجود نفض الحياة معنا وحضرت مؤسسة نفض الحياة لعزبة عبد الكريم التابعة لقرية التجيرات مركز قناء محافظ قناء بكوادرها الفنية الهندسية اللي على أعلى مستوى وقسموا بناء المسجد على مراحل لأن مؤسسة نفض الحياة مؤمنة أن العمل القائم على التخطيط الجيد أساس النجاح وفعلا كل ما بننتقل من مرحلة إلى مرحلة بنفرح وبنسعد وفرحة أهل المكان بتزيد كمان وبيفجروا منتظرين لحظة افتتاح المسجد الحل اللي طال انتظاره ربنا سبحانه وتعالى وفق مؤسسة نفض الحياة وأجرى الخير على إيد أهل الخير وتباروا وتسابقوا لإكمال المسجد ليتن من انتهاء من أعمال المسجد وافتتاحه بهذا الشكل وهذه الصورة إحنا النهاردة بعد الرحلة الطويلة دي اتحقق الأمل الحقيقي كل واحد كان لنا صيد تطوبة تحطت في المسجد أو بلطة تحطت في المسجد أو لمبه نورت في المسجد أو حلفية حطت في المسجد النهاردة بيقدر يحصل ده الخير ده وحضراتكم قمتم بفضل الله عز وجل قد الوعد ووفيتم بالوعد وفعلا مؤسسة نفض الحياة افتتحت المسجد لازاكم الله وحبا بعدد جميل ما قلق ومن مرحلة لمرحلة الحمد لله يا رب العالمين القلوب بتفرح مع مؤسسة نفض الحياة هنبني ونعمر بيت من ديوت الله يا ما شاء الله يا ما شاء الله يعني مسجد الحجيرات احنا كنا شفناه نعم وهو يعني كنت انا بقول انا محرجة من ربنا ان احساسي بان المسجد خمس سنين او ست سنين متوقف عن الاستكمال دي وحشة في حقنا قدام ربنا نعم فالعظم اللي احنا شايفينها مولانا حضرتك روح تيوميها نعم طبعا طب كلمي عن فرحة الناس بقى اهل القرية العظيمة دي هقول لحضرتك حاجة مهمة جدا قبل ما اتكلم في النقطة دي للسادة المشاهدين لانه ممكن واحد بيشوفنا الوقت ما اعرفش من مؤسسة نفض الحياة مؤسسة نفض الحياة الليها اعمال خيرية كتير جدا ليه ممكن هو بيشوف المسجد ده يقول ياه تبنتوا ليه فيه ناس محتاجة وصلاة مية وفيه ناس محتاجة فيه ايتام محتاجين يتجاوزوا مؤسسة نفض الحياة بتقوم بكل اللي بتفكر حضرتك فيه وفيه نقطة مهمة جدا في الملف ده تحديدا في مؤسسة نفض الحياة الى وهو ملف حملة بناء المساجد ليه شروط معينة عندنا في المؤسسة الى وهي ان ده يكون المسجد الوحيد الموجود في المكان ده يعني ايه يعني ازاي عندنا موجود في وجه بحري او كلام ده كله ان تمشي في الشارع تلاقيه اربع خمس ست مساجد كل اربع خمس عمية تلاقيه في مسجد تحت عمارة لا ده المسجد الوحيد اللي موجود في القرية وخلي بالك كمان ان ده بيمثل للقرية انه هو جامع وجامعة يعني ايه جامع وجامعة بيتعلم فيه الاطفال القراءة والكتابة والحساب اللي هو المرحلة ما قبل الابتدائية ما يسمى بالكتاب زي ما حضرتك قلت بيتم فيه حل مشاكل الناس اهل القرية فالمسجد ده بيمثل لهم حاجة كبيرة جدا عدم وجود المسجد في المكان بيمثل فعلا عدم بيمثل تفكك فعلا تفكك فالأطفال بيفتقدوا فيه المرحلة التعلمية الكبار بيفتقدوا فيه الصلة بينهم وبعضهم فبالنسبة لهم مكان مهم جدا بينسمعوش الأزان في المكان قبل وجود المسجد لكن وجود المسجد بفضل للا الواتي أصبح يسمع الأزال قبل وجود المسجد تخيلي أنه كان عشان خاطر يروح يصلي في المكان بيقطع مسافات طويلة جدا عشان خاطر يروح يصلي هو راجع فطبعا مش هيروح اليوم والجمعة وممكن في الحر الشديد أو الشتاء الشديد مش هياخد معاه الأطفال فتخيلي أن الطفل ممكن ما يشوفش المسجد مدة سنتين فطبعا في الأماكن إذا ده بيمثلهم صعبة في حياته فتخيلي بقى وجود المسجد في المكان تخيلي موجود الأدان موجود في المكان تخيلي الفرح اللي موجود على الأطفال قبل الكبار الأطفال لما كانوا فرحانين مش فرحانين بوجود بيت بيت مكان شكله حلو وسط البيوت وإنه مأزانة وآدان لا 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 بالنسبة له حاجة كبيرة جدا تخيلي أن فرحة الأطفال مع الكبار فرحة أمهاتنا فرحة أهل المكان بوجود مسجد أنهما يسمعوا الأدان جوه بيوتهم همما قاعدين لا فرحة فعلا لا توصف انك مش مش واحد بتوصله وسط مية ففرحان لا انت فرحة تعم المكان كله فرحة تعم القرية كلها فرحة ودركة ده بيت البيوت اللي سبحانه وتعالى واللي ربنا امرنا ان احنا نعمر هذه البيوت وما كانش ينفع انه يبقى زي ما حالك قلت والحياة من سمات مؤسسة نبض الحياة تحريها الدقة في اي مجال من مجالات الخير يعني بتتحرد دقة في توصيل الوصلات او في تجهيز الفتيات او في حفر الابار ان بنروح للاماكن او الاشخاص الاكتر احتياجا بالبحث من خلال لجان بحث وكذلك في المساجد يعني مش هتلاقي فعلا ريب من المسجد ده زي ما حالك ذكرت ان القرية نفسها ما فيهاش مسجد انا عزو الله حركة حركة عرفت قيمة العمل مع المؤسسات المجتمع المدني لما رحت المكان ده في قنع وكذلك المسجد القائم الآن التي تقوم عليها مؤسسة نبض الحياة في مركز سيد السلام محافظة قفر الشيخ في قارة فدان الفقي واحنا داخلين المكان انا قلت ازاي الكشافة بتاعت مؤسسة نبض الحياة وسط المكان ده اصلا ازاي انا لو انا بعيد لو انا مش شغال يعني انا ممكن يكون واحد من اهل الخير ساهم في بناء المسجد ده وهو ما عرفش يرسله اساسا لو انا قلت له المكان كذا كذا ووضحت له المكان هو صعب ان هو يوصل له كمان بعد ما وضح له المكان ايو فعلا ازاي دخلته المكان ده وفيه طرق غير ممهدة عشان توصل للمكان فده فضل العمل مع مؤسسة من مؤسسة المجتمع المدني وخاصة لما كل المؤسسة ده صادقة وتشوف ده على ارض الواقع المسجد ده رقم 14 لمؤسسة نبض الحياة تخيلي شوف 14 مسجد وما شاء الله هو الحقيقة من برضو الحاجات اللي بتطمئن القلب نعم للمتبرع ان نبض الحياة كل تقاريرها انجاز نعم ما بتجيبش حد يتسول او حد يستجدي او حد مع مزيكة كده مشافعية عشان يلاين قلبي لا احنا بنعرض انجازات بشكل كامل ودي بتخلييني انا كمشاهد انا غيران من اخويا اللي كان ليه نصيب في انه يكون يعني المسجد ده الدنيا قدن فيه فحتلقيني بتحمس ان انا عايزة بقى زي اخو والتنافس بقى في اعمال الخير هو ده اللي احنا هو ده اللي نبض الحياة بتهدف ليه ان احنا كلنا نتنافس في طاعة الله ويعني الصداقات دي اعظم شيء في الحياة بيمنع ازا عننا مؤسسة نبض الحياة خمستاشر سبعمية واربعين ده الرقم الساخن يعني بالبرهان انت حكتك او فلوسك او فلوس الله يعني الحياة مش فلوسك هي فلوس الله اللي بتبذلها في الخير او في طاعة الله نتائجها انت بتشوفها باستمرار ويمكن المؤسسة الوحيدة اللي بشوفها بتدعو اي متبرع انه يكون موجود ويشاهد او يشارك بنفسه في الخير اللي بيعمله فمش عايزين نسوف دنيا بتخلص في ثانية يعني ربنا يا ربي ديكم صحة والعافية ويخليكم دايما في طاعة الله هو ده اللي فعلا هنستفيد بيه يعني اي حاجة تانية ملهاش فايدة الدنيا دي كده معبر فانا بحوش فيها للي ينفعني في الدنيا الاخيرة او في الحياة الاخيرة اللي هي المقر المقر بتاعنا هسا ازلنا حقيقة نشوف تقرير ونرجع نكمل كلامنا مع مولانا في مشروع وقف النخيل بمؤسسة نبض الحياة كل نخلة بتتزرع بتبقى باب لخير كتير مؤسسة نبض الحياة قدرت تزرع سبع مراحل على مساحة ألف فدان بسهل قروين بالفرفرة بمحافظة الوادي الجديد وفي كل مرحلة كان المتبرعين بيشاركوا في زراعة النخيل بأيديهم هذا العمل كان فيه إخلاص من القائمين على هذا العمل ومن السادة المتبرعين حضرتكم لذلك لما بدأنا أول مرحلة الناس كلها كان عندها فرحة كبيرة جدا بعد كده في تاني مرحلة لجينا معظم الناس اللي زرعوا معنا في أول مرحلة كانوا معانا وتوالت المراحل إلى الآن ونحن نقوم بالزراعة قمنا بزراعة أكثر من ستين ألف نخلة بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بتبرعاتكم ثم بتبرعاتكم كان هذا الصرح الذي يتحدث عنه الجميع أنه وقف التمر المجدول واللي بيشوف مواسم الزراعة ويشوف الفرحة الكبيرة لأهالينا اللي بيشاركوا في هذا الوقف بيستشرف المستقبل الأجمل والأحلى ومصارف الخير اللي هتصرف من خلال وقف النخيل الخيري لقينا معانا في مؤسسة نبض الحياة متصدقين تصدقوا بنقلة ومنهم اللي تصدق باتنين ومنهم اللي بتلاتة ومنهم اللي باربعة ومنهم اللي بفدان نقل كل ده ليه انتظارا للثواب العظيم اللي هيلقوه من رب العالمين سبحانه وتعالى وعشان كده كل نخلة زرعت بقت صدقة جارية لصاحبها ثوابها ممتد لسنين طويلة عائد النخلة الوحدة ممكن يكون سبب في وصلة مياه لأسر مستحقة أو فاك الكرب غانم أو غارمة أو تسئيف بيوت أو حفر بير أو بناء مسجد كل هذه الأوجه أنت بتبرعك وبوقفك لنخلة ربنا سبحانه وتعالى يجعل لك ثواب دائم مستمر في حياتك وبعد وفاتك لأن هذه النخلة سميت الولود الودود دي بقى أمانات ستؤدى إلى أهلها نعم عن طريق السادة أصحاب يعني لأ هو مش أصحاب النخلة ده النخلة ده لله سبحانه وتعالى اللي كان ليهم آدي بيضاء في أن يبقى فيه هذه المزرعة العظيمة الوقف العظيم ووقف النخيل فالأمانة هتفضل ممتدة إلى ما بعد الحياة نعم يعني النتاج بتاع هذا النخل حيروح لأهله أو حيروح للمستحقين حتى لو أنا مش موجودة نعم احنا خلالنا نتكلم قبل التقرر ده عن المساجد أيو وقلنا أن المساجد نبض الحياة عملت 14 مسجد والوقت حاليا قائم على المسجد رقب 15 تكلفة المسجد كام؟ ملايين صح؟ ده البناء والأفعار لا ملايين خلاص وهل كده المسجد ده رقب 15 هكده خلاص؟ لا ده فيه مساجد كترة جدا على قائمة الانتظار وكذلك الأبار نبض الحياة عملت أكتر من كام ألف بير بس في مطروح وهل الموضوع خلص؟ لا تلسه بيحتاجين كتير في قائمة الانتظار وعندك وسطات المياه وعندك تزوج الأتاب كل ده محتاج أموال رهيبة الناس اللي هم بفضل سبحانه وتعالى أهل خير اللي وقفهم أعمرهم قال احنا كصفة كلنا بصفة عمى عمر الإنسان قريب في الحياة وجيوب الفقراء كتيرة جدا واحتاجات الناس كتيرة جدا طب ايه اللي يخلي الدنيا ماشى مدى الحياة وما نلهاش دعوة بالأشخاص ومش متعلقة بأشخاص لأن الأشخاص النهاردة موجودين غدا مش موجودين ربنا طول في أعمار الناس ويحسن أعمالهم يا رب العالمين الله مامين ايه اللي يعمل حاجزة كده؟ وقف زواق في النخيل اللي احنا شفنا الوقت ده وقف زواق في النخيل يبنيلك مساجد كتير جدا وقف زواق في النخيل يعملك أبار كتيرة جدا وقف زواق في النخيل يزوج يتيمات غير قادرين على زواج عدد كبير جدا ومش مرتبط لا بأشخاص بقى إن شاء الله عز وجاء خلاص بعد أما الإنسان بيتبرع العمل نفسه لما بيشتغل خلاص مش مرتبط أن حد هيتبرع خلاص اللي هيجا يصرف على نفسه وبعد كده حضرتك قلت ودود ولود يعني ايه الخير شغال ومش محتاج أنه هو حد يمده خلاص اللي هيطلع يصرف على نفسه ويصرف على الناس الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا فهيعطي أمان وطمأنينة لهؤلاء الناس الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا خاصة لما هم يعتمدوا ويقول لك خلاص إن مشروع زي ده هيجي هيضر على الموضوع هيعود بالنفع علينا وأصبح الأمر في هذه الأيام ملح 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 وضروري الوقف موضوع الوقف أصبح ملح أيها يعني مش مؤسس نبض الحياة بس كل المؤسسات وكل رجال الأعمال أصبح الآن في ظل الأيام التي والظروف التي يعيشوا العالم فيها كله إنك تعمل وقف خاص بالتعليم وقف خاص بالصحة وقف خاص ومش بالتعليم بس في جزء معين من أنواع التعليم في الصحة في جزء معين في معالجة مثلا غسيلة كلا أو مثلا شراء أجهزة يبقى الوقف ده معين لشراء أجهزة لغسيلة الكلا مثلا مهم جدا 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 موضوع الوقف عايزين نفكر في الأيام اللي إحنا فيها دي برى الصندوق هو ده التفكير برى الصندوق موضوع الوقف وقف النخيل وقف الزيتون المبارك إنه إنه هو فعلا تضع بصمتك إنك تزود عمرك في الحياة إزاي تزود عمر في الحياة إنك الإنسان بعد عمر طويل ينتقل إلى الرفيق الأعلى ولسه فيه عداد من الحسنات شغال تخيلي أيوة من دلوقتي يسمع عن وقف سيدنا عثمان اللي كان من 1400 سنة أيوة ولسه موجود ولسه موجود أثاره إلى وقتنا هذا اللي هو فندق سيدنا عثمان ابن عفان الموجود في الجهة الشمالية الغربية للحرم النبو والشريف صف الثالث من الحرم بسم الله ما شاء الله هذا الفندق كما قال الناس اللي هما القائمين عليه بيضخ أكثر من خمسين مليون ريال في السنة سبحان الله شوف عدد كبير جدا شوف بيجيب خمسين مليون ريال لا وبيجيب طبعا هو يعني يعني سادتنا نعم الصحابي العظيمة عظيمة عظيمة مش محتاج لكن ما زالت إلى اليوم الحسنات بسبب إيه بسبب وقف هو نظره لله لله سبحانه وتعالى بير قال ده لربنا سبحانه وتعالى خلي بالك ولو كان شغاله كان خلاه من يردير عايزين نقول فرخة بتجيب بيضة دهب عارف يعني إيه بيضة ده إن ده كان بتاع رجل يهودي والراجل يهودي كان بيبيع المية للناس بالأطارة ليه؟ لأن المسلمين لما جوا من مكة للمدينة أصبح المية بشربوا مية زمزم أيوة يعني بالزبط إذا اللي بيشرب معها معدنية وجدت قلت له شرب محنفية أو بشرب مية زمزم مجمون مدينة عندهم مشكلة في موضوع المية فأقرب المية لزمزم يعني مية صالحة للشرب قريبة كان بيئر روما الراجل يهودي فلما لقى سيدنا عثمان جاي يشاركه قال لك هشارك راجل أعمال شاطر فأكيد هيخليه للجنيه ادرهم هيبقى بعشرة الجنيه هيبقى بكرة عشرة فبعده قال له أنا هاخد أشتري النص وإنت النص النص يعني إيه يعني إنت يوم تبيع من البرده وأنا يبيع يوم وبالمناسبة ثقافة بيع المية إحنا هنا في مصر مش حاسين بها قوي قد بتوع الخليجة لفعلاً لتر المية أغلى من البنزين لإنت هناك أصل حضرتك المية حياة يعني إنت لازم تكون المية أغلى هنا بنفتح للحنفية أه بتنزب أيها تشرب هناك مفيش الكلام ده خالص المية كلها اللي نزل من الحنفية كلها ميا ملحة فمنعرفش عن إيه كلمة الوقف فالوقف هو لما أوقف الله سبحانه وتعالى وربنا سبحانه وتعالى كافأهو فإحنا فعلاً محتاجين إنك تضيف عمر على عمرك عن طريق الوقف محتاجين إنك تعمر الأرض الآن عن طريق الوقف محتاج إنك تزوج الأيتام الغير قادرين عن طريق الوقف فأصبح الوقف أمر ملح مش أمر بقى الوقت مش رفاهي نعمل ولا من نعملش لا تنعمل إجباري هو للأسف الوقت خلص بس أنا بأكد على حضراتكم تاني 15-740 ده الرقم الساخل لمؤسسة نبض الحياة اتصلوا وشوفوا الوسيان اللي اتنسبكم وخلوا ليكم نصيب في طاعة الله بشكر حضرتك مورانا شكراً لنا سبحانه وتعالى ثم لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم لحضرتك ثم لسيدنا المشاهدين الكرام للأسف الفقرة دي خلصت استنوني الفقرة الجاية إن شاء الله هتعجب موسيقى